بس احنا عيلة مجنونة اهل يعني اتربت مع كابت من صفة 4 سنين اه مش مجرد نجم لا ده نجم متقلق على طول الفنان كريم عبدالعزيز من اول ما دخل الساحة الفنية قدر يثبت نفسه بكل قوة واصبح واحد من اهم الفنانين عنده قدرة على تقديم ادوار متنوعة من الكوميديا اللي بتخلي الناس تضحك من قلبها لحد الدراما اللي بتلمس القلوب وكل ما كريم عبدالعزيز بيطل علينا بعمل فن جديد بنكتشف حاجة جديدة ومميزة فيه كريم عبدالعزيز نشأ فعيلة فنية اول عمل سينمائي لي وهو طفل في فيلم المشبوه عام 1978 تعالوا نعرف معلومات اكتر عن كريم عبدالعزيز وكواليس ممارسته كرة القدم لمدة 4 سنين وكواليس عودته للمسرح بعد 23 عام كريم عبدالعزيز موليد 17 اغسطس 1973 في حي العجوزة ونشأ في أسرة فنية والده المخرج الكبير محمد عبدالعزيز وعمه المخرج عمر عبدالعزيز وليهم تاريخ معروف جدا في السينما المصري البيئة الفنية اللي نشأ فيها كريم عبدالعزيز كان لها دورها في تسهيل دخوله عالم الفن في البداية اشتهر كريم عبدالعزيز بدور الشاب الغني الوسيم لكن بسرعة قدر يكسر النمض بتقديمه شخصيات مختلفة متنوعة وهو طفل صغير ظهر في فيلم انتبهوا أيها السادة عام 1978 وفيلم المجبوه دخل كريم عبدالعزيز معهد السينما عام 1994 وبدأ حياة مختلفة وتخرج من معهد السينما قسم اخراج عام 1997 عمل مساعد مخرج لفترة وكانت فترة كافية للشعور بلزة الاقوف امام الكاميرا فقرر خوض التجربة ودخل علم التمثيل اللي شكل الجزء الاجبر من حياته وكان المخرج شريف عرفه اول من قدمه الى الجمهور وبعدها اخترته الفنانة القديرة سميرة احمد للتمثيل في مسلسل امرأة من زمن الحب فكانت البداية الحقيقية لكريم عبدالعزيز ومثل في فيلم عبود على الحدود عام 1999 مع الفنان الراحل على اولي الدين اما البطولة السينماية الاولى فكانت امام الفنان الراحل احمد زكي في فيلم اضحك الصورة تطلع حاله كشف كريم عبدالعزيز خلال حواره مع ابراهيم عبدالجواد في لقاء على هامش الدورة الحالية من مهرجان العالمين الجديدة عن انتماؤه الكاروي وكواليس ممارسته كرة القدم في طفولته وقال كريم عبدالعزيز انا اهلاوي بجنون وحتى النخاع وابوي وعمي واسرتي كلها اهلاويين مع احترامي لكل جمهور الزمالك وعلى رصي وكنت لاعب في ناشئين الاهلي لمدة اربع سنوات واتدربت مع الكابتن صفوة عبدالحليم كشف الفنان كريم عبدالعزيز كواليس عودته للمسرح بعد 23 عام وقال كريم كنت عاوزة مشي قبل العرض وسألته ما وانا لو مشيت عادي المسرح ابو الفنون وهو ليه طبيعة خاصة غير السينما والتلفزيون انت في مواجهة مباشرة مع الجمهور وعارف لو بتارد المسرحية ميت يوم الخوف هو هو المدة ميت يوم كشف الفنان كريم عبدالعزيز كتير من كواليس حياته الفنية والشخصية وقال ان السبب نجاحه وكبوله عند الجمهور بيرجع لانه كان مراعي والدته ودي دعوتها لي الله يرحمها وقال كريم عبدالعزيز الشاشة فضاحة والمسرح فضاح فاللي في القلب بيطلع انا دارس اخراجه ومتربي في بيت والدي المخرج محمد عبدالعزيز فانا مولود في بيت سينيمائي عارف اهمية ورسالة الفن بشكل عام فاخدت حصانة وتطعيم من صغري اشتركوا في القناة